ست رموز تدل على استجابة الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين اللهم أمين ست رموز إذا رأيتها في المنام دلت على استجابة دعائك بإذن الله اليوم عزائي متابع القناة سوف يكون موضوع الفيديو هو ست رموز إذا ظهرت في المنام أو الحلم دلت على استجابة دعائك بإذن الله والرمز الأول هو رؤية الاستغفار في المنام إذا رأى الشخص في منامه أنه يستغفر ربه فإن تلك الرؤية تكون من الرؤى المحمودة الجيدة التي تدل أن الله عز وجل سوف يستجيب لدعاء صاحب المنام قريبا فإذا كان يدعو بشيء معين فسوف يتحقق هذا الشيء قريبا بإذن الله والرمز الثاني هو رؤية الجلوس تحت الشجر الجلوس تحت الأشجار في المنام يكون من الرؤى المحمودة المحببة التي تبشر صاحبها بالخير بإذن الله وتبشر أيضا صاحبها أنه دعاءه سوف يستجاب بإذن الله والرمز الثالث هو أن يرى الشخص في منامه الأبواب المغلقة تفتح رؤية باب مغلق يفتح في منام الرائي يكون دلالة وإشارة قوية أن الله عز وجل سوف يستجيب لدعاء صاحب المنام وسوف يرزقه الخير الكثير قريبا بإذن الله والله أعلى وأعلم والرمز الرابع هو أن يرى الشخص في منامه أنه يقوم بالصلاة والدعاء أو أنه يقوم بالدعاء بعد انتهاء الصلاة في منامه تلك الرؤية وهذا الرمز يكون دلالة قوية ووضحة أن صاحب المنام سوف يتحقق دعاءه قريبا وصوف يستجيب الله عز وجل لدعاءه بإذن الله والرمز الخامس من الرموز التي تدل على استجابة الدعاء هو رؤية الشخص في المنام أنه يرتوي من ماء البحر رؤية الشرب والارتواء من ماء البحر يكون من الرؤى والأحلام والرموز التي تدل أن صاحب المنام سوف يستجاب دعاءه قريبا وصوف يحقق الله له ما تمناه بإذن الله والرمز السادس والأخير من الرموز التي تدل على استجابة الدعاء لصاحب المنام هو أن يرى صاحب المنام أنه يقوم بالدخول أو الخروج من ماء البحر إذا رأى الشخص نفسه في المنام أنه يدخل ماء البحر أو يخرج من ماء البحر فإن تلك الرؤية وهذا الرمز يكون دلالة قوية أنه سوف يستجيب الله عز وجل له وسوف يستجيب لدعاءه بإذن الله وسوف يتحقق ما يتمناه صاحب المنام وسوف يستطيع الحصول على ما يتمنى بإذن الله عز وجل هكذا أعزائي متابعي القناة نكون قد صردنا عليكم أهم الرموز التي تدل على استجابة الدعاء والأحلام التي تدل وتبشر صاحبها باستجابة دعاء وبإذن الله أسأل الله عز وجل أن يكرمكم بفضله الواسع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة